كثير من الشباب هدان الله إياه يعني يفكر في الإغاثة في مشاريع إغاثية نعم يا أخي أفضل شيء هو بث العلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إسعى إلى بث العلم نشر العلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشكلة أن يموت الإنسان على الفقر لكن المشكلة يموت على الشرك لماذا يعني يكون الشغل دائما في الإغاثة طيب أن تبع الإغاثة أجعل الدعوة التوحيد تعليم الناس قامت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على العلم على إخراج الناس من الظلمات إلى النور إذا لابد أن نسعى لهذا لابد أن نفكر في تعليم الناس لابد أن نفكر في تعليم الناس الكتب طباعة الكتب المدارس تسعى كل السعي إلى تعليم الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور لأن هذا الأفضل أو تشتغل في الإغاثة تشتغل في الإغاثة لكن مع الدعوة مع التعليم مع نشر التوحيد أو أن تتضع بين الناس من الناس ومع بإعطاء وإحبار وإحبار الناس هذا الذي يبقى أنا أسألك سؤال الآن الآن لو تعطي الفقير قطعة خبز سندوجت مثلا كم دقيقة يعني استغرق في أكل هذا السندوجت من دقيقتين إلى خمس دقائق وينتهي لكن لو تعطي كتاب أو تعلم التوحيد هذا يبقى ممكن الكتاب يبقى ممكن آلاف السنين وكل ما يقدم الكتاب كل ما يكون له قيمة أكثر من الذي علم الإمام أحمد رحمه الله لا إله إلا الله ممكن أم التي علمته كل أجور الإمام أحمد تعود لهذا الذي علم الإمام أحمد لا إله إلا الله أنا الآن لو علم هذا الصلاة كل الصلاة يصليها الأجر لي أليس هذا بأفضل من مثلا يعطي سندوجت لكن لا يعني هذا أن نقلل من شاء إبعام الطعام لا لكن لابد أن يكون الإهتمام بالتوحيد تعليم الناس الأساسيات ويأتي ن aztحرك하고 للناس وما يقول للدجانب يعني لا نتكلم عن الأشياء التي يعني قد لا ترد عليه مثلا من العلم النافلة لا بد أن ترد OPM لابد نعلم الناس أوجب الواجبات التوحيد والعبادات نعم بالعلم النافلة عن العلم الواجب وعلى الناس يتعلمون من المعرفة من المعرفة مع ما هو نافل